كما أكد رئيس مجلس النواب أن نتاج أعمال اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وسياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد يشكل طفرة في مجال حقوق الإنسان وأكد جبالي أن أعمال اللجنة تأتي تنفيذاً للالتزامات الدستورية واتفاقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي ومن أهمها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتقنين إجراءات القبض والتفتيش أكد على توجيه الشكر للجنة الفرعية التي صاغت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بشكرها على مجهودتها خاصةً أنها كانت مشكلة من ممثل الجهات ذات الصلة ولا شك أن نتاج أعمال هذه اللجنة نتاج حقيقي يشكل طفرة في مجال حقوق الإنسان وتنفيذاً للالتزامات الدستورية واتفاقاً كما سبق أن أوضحت مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية ومن أهم ملامحها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وتقنين إجراءات القبض والتفتيش والتحفظ على الأموال وفق المحددات الدستورية والمزيد من الضمانات لحقوق الدفاع والإعلام فضلاً عن مواكبة التطور التقني بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة ترجمة نانسي قنقر